السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم بفيديو جديد لباتش نوت 7.14 هذا الباتش نوت اللي نزل فيه كين الجديد اللي ما ادري حاجة عنه طبعا اكيد الشباب في قناة رادي جيمز كالعادة حينزلوا الشرح على حركات الشامبين وكيف تاخذ الباسف حقته والفرق بين الباسف الأولى والثانية اللي هو الاساسن تايب والبروزر تايب وان شاء الله اللي بغي يشوفها يروح يشوفها عندهم يراجح كالعادة ننزل قالوا حاليا يعني بدات بعد الريورك اللي سواه على الدبريو حقته ولا على ايه حقته اللي اللي هو لازم يمشي وتضرب الأربع أو الخمسة ضربات هذه عشان تسويه الستن فسار يضطر يجلس في التيم فايت أكثر من الوضع اللي كان يجلس فيه أول نقصوا الدامج اللي جاي عليه من الالتي فزودوا من خمسين ستين سبعين في المينة ال خمسة وخمسين لخمسين في المينة يعني يوم ما تشغل الالتي كل الدامج ينقص عليك خمسة وخمسين في المينة بدا الخمسين فبيقولون لنا نواقب تلايب وريستر حبتين زيادة ونبغى نرجع شوية فالميتا ما اظن حيقدر يرجع يعني ما حيرجع الميتا مية في المية على ساس نحن الميتا حقات اليتر لا زالت بس اقل لها الستر عطول وحبتين شوية ام لوف كده ام طبعا هذي ما يفرق على الستر يكان يلعب طوب ولا الستر يكان يلعب جنجل هذي بس فوكس على الستر اللي هو وضعنا كويس كيتلين من الثلاثة الباتشات اللي فاتت وهما بيسولها نرفات بسيطة نرفات بسيطة نرفات بسيطة بيقول القوة حقتها في الليت جيم اكثر من الارلي جيم يعني الباتشات اللي فات نقصوا الدامج حقها ونقصوا حقها لكل تاخد التاكس سبيد زيادة ونحن برضو نقصوا التاكس سبيد كروث من اربعة في المية اتنين في المية يبوا يقلوا له حقها ما زال حتبقى في الميتا ما زال حيكون من افضل اللي تلعبهم بس لحين حتصير اخف يعني اخف وضررا على الناس اللي قد دائما يا شباب فاكرين هذا الواحد اللي دائما اقول لكم عليه يمسك لنا اللي ما لهم اي معنى في القيم يجلسي يسوي فيهم تعديلات كده ويحاول ارجعهم القيم والعمر ام وحي يرجعهم شوقات سوى مرة مندو كمان نسمسك مرة هو مشك شوقات دحين وغيروا الاية حقته كمبيتلي كل التشينجز هذي هتخلي شوقات فللو ايلو ما حتشوفو في هاي ايلو نهائيا كد حقته زي ما قلنا يا شباب قال هاي معنى ما تنفع في الميتا ما تنفع ايه ما ما تنفع نهائيا اللي حقته بذا ما كانت اول تخليها اون ولا اوف كل ما تضرب تهيل ترجع مانا ام تطلع زي الشرار كده والمشرار اللي هي وتجيب مانا وهلث دحين صارت لا لما تضغطها الثلاثة ضربات الجاية تضرب كولداون صار عليها في شيء في كولداون وانما كانت كولداون لا تفتح يا تقفل صار فيها عليها مانا كوس ثلاثين ما تغير زي ما هو صار تضرب تانكي يعني مرة كوي تانكي توب تانكي اي بي في عندك قدامك واحدة ما قدامك ناتلو ستوب تانكي اي بي في عندك قدامك قدامك رينكتون توب مش بطال عشان السستين حقه كويس اه وزودوا حق الرينج حق ال اي حقته حق لما تضرب المسافة حقه صارت اعلى شوية لما تشغل ال اي غير كده اهو اللي هو تسوي سلو تسوي سلو للأدم يسلو يخف على الثانية ونص وتسوي وتسوي تعارفين شوغاث أو مليت شامبيون لما تضغط سوي اي سوي على طول عليها فهذه ايش حتفيت شوغاث حتخلي يقدر يتعامل مع الناس اللي شوية احسن شوية احسن اوكي بس ما زال برا الجيم الكيو ربشر زودوا الدامج حقها خمسة ما لهاي معنى نقصوا المانا ستين ما لهاي معنى لسه حيكون عنده مانا اشيوز تسوي كومب واحد خلص نصر حقك ونقصوا حقه او زودوا من 1.5 ل 2 ل 1.6 قلت لكم هذا ادمي ما عارف اشي سوي في القيم يمسك الشامبيون زدولو بيحاول يطي الصح والعافية مجهود يعني يقدر ديانا ام يقولوا ما هم عارفين محلها في القيم هي اساسن هي بروزر دامج اوتو اتاك بيست اسمه مليد شامبيون بيحاول يوجهوها باتجاه انه هي تكون اه يعني اللي هي تخش اول ان واوتو اتاك بيست تشامبيون يعني فيبغوها تضرب اتاكس كثيرة اوتو اتاكس كثيرة يعني انها اي بي تشامبيون بس الاوتو اتاكس حقتها لانه الباسف حقتها يعني من يوم كانت الباسف حقتها دائما با دفولت عندك 20% اتاكس بيد ده حين لما تسوي يعني سويت الكيو بعد ما تسوي الكيو ثلاثة ثواني ثلاثة التاكس الجاية حيجي عندك حيجي عندك اتاكس بيد 20% والتاكس بيد هذا يزيد بليفل ال اي كل ما زاد لفل ال اي كل ما زاد ال التاكس بيد في اخر لما ال اي كل لفل التاكس بيد 90% يعني كمية الدعسة اللي هتسويه مو طبيعي فهذا حيزود البرست حقها حيزود السستين حقها وحيزود الدامج اللي تسوي ويبغوكم بيقولو لكم ملعبوها دايفر ابغاك تلعبها ان كان اساسي بروزري اللي هي اول ان انا رايح امسك واحد اروح ال باكلاين اكفشو اكترو بسرعة بس ما يبغو اي احد بس يمشي يجي لصدرو لا يبغوها تعتمد على عابلتي لو ما سويت عابلتي حقدك صح ما تستفيد من الباسف هذي فهذي هذي زي اللي تقول الناس اللي عندهم سكيل زيادة حيصيروا احسن فيها الناس اللي ما عندهم سكيل حيتعبوا عشان نلعبوها برضه في كل حالات خلاها تزود الاتاك الاتاك سبيد بونس على الباسف خمسين ستين سبعين ثمانين شوية تريورك بسيط بسيط وبف مو طبيعي انا المفروض 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 ان نشوف ديانة ممرة كتير الله يعيلكم عليها فيورا مسلسل النرفات برضه مستمر لانه فيورا حتى في اللويل ومن اخرب الشامبيونز كلها اللي احتاجتي يسويه تروح تجي لورا واحدة سوي كيو 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 تفوز على الجيم كله تقتل واحد في عشر الحالة كل فقالوا هنقص البونس نقص البونس من عشرين في المية اي عشرين خمستاش ثلاثين من عشرين خمسين لخمستاش ثلاثين وشالوا الموفمين سبيد بفة بلي يجيك من الالتي حق اساس الناس يكون عندها شوية امكانية انها تتعامل مع فيورا حبتين في النرف هذا خلى الناس اللي لعبوا قدام اللي هم الحقهم فيورا مرة كويسين واللي هم والسوفت كاونترز واللي هو حب حب يعني كان يواجه كان مرة يغلب مع فيورا اقلها دحين حياته اسحل شوية ما زالت تغلب وتبهدلو بس حياته اسحل قارن ام نفس الادم اللي شغال على على وشوقات ومنذ والعيال افتكر قارن وقال انا برضو ابغار نزل عليه حاجة قالوا قائلين الكلام اللي بيقولوه هنا شباب بيقولوا قارن هيبدأ مسلسل تغيرات كبيرة على الباتشات الجديدة هذا اول تغير فيه اول شي غيروا طريقة خلوها تفاكرين تفاكرين يا شباب لو تطلع بسرعة زودوا حقه زودوا مات يكون على قارن 25 الريجين التدبل خلوها تشتغل بطريقة انه والله لو جاء واحد يضربك اسويتها فاول فاصلة سبعة خمسة من الثانية تدبّل الـ Stats حقتها، يعني أول كان يشيل 30% دامج، نحن يشيل 60% دامج، بس في أول فاصلة 7-5 جزء من الثانية. يعني بيقول لك أباك تستخدم الـ W في الوقت الصحيح، واحد جاك يضربك قبل ما يجيك يضربك تستخدم الـ W اللي يستخدم الـ W في الوقت الصحيح، ينقص الدامج اللي يجيه، وبرضه في نفس الوقت حتى التناسة يعني يسوي لك الـ Reduction يعني يقلل لك الـ Stunts والـ Slows و و و و و و بعد الفاصلة 7-5 جزء من الثانية، ترجع الوضع الطبيعي اللي هي 30% دامج و remaining duration الآي زودوا الدامج حقها، بير تيك بس بيس بيس الاتوهد على داك دامج، خلونا من 34 إلى 36 بير تيك برضو بف بسيط، ما فرق مرة كتير، الـ W مرة حلوة، طبعا ما، ما هو ميتة أصلاً والعمر، روح يدخل ميتة بالطريقة هذه، بس أقلها، اللي بيلعب في برونز و سيلفر كارن is very good، صار أحسن اوكي؟ ام ايفرن نقصوا الـ range حق الـ cast حق البوش حقته من 1600 إلى 800، برضو هذا موضوع التنظيف حق ايفرن الرامس، سووا له بف بسيط، الـ W حقته الـ defensive ball، أول كان من شغل الـ W كان يجيله slow 60% دا حينه slow 30% سنقد عملو له rework بسيط، لأنه قالوا سنقد ما هو في اللستة حقت الـ reworkات الكبيرة في أي وقت قريب، فقالوا يبقوا يرجعوا للـ game حبتين، برضو نفس الأدمي اللي شغال على فولي شوغاث، وخندو، تحين قارن، شغال على سنقد، قال أبغى أبغى أسوي حاجة فيه، أبغى أرجع للـ game، طبعا مين هذا كالمين سنقد اللي دائما نيعاب سنقد طول عمره وحياته وشالنجر، مرة حينبسط لأنه التعديلات هادي مو مرة حتسوي OP، يعني قلات إذا واحد مين سنقد طيب، أول شي، الـ passive حقا تغيروها لما يقرب جنب واحد، يجي له movement speed كده 20% أوكي، وشال القديمة اللي هي أول كان كل ما زاد التلمانة، كل ما زاد الـ health، لحين شالوها، لحين كل ما تقرب جنب champion، يجي لك movement speed ثانيتين، أوكي، ويونيك على الـ champion، يعني يقرب جنب الـ champion هذا يجيك الـ movement buff، الثانيتين، 20%، بعدها يروح، ما يرجع مرة تانية على نفس الـ champion إلا بعد عشرة ثوانية بس لو فيه champion ثاني جنبه، حتشتغل عليه، فقالوا unique per champion، لازم على نفس الـ champion، أو مو على نفس الـ champion كل champion بس يشتغل عليه مرة واحدة كل عشرة ثوانية الـ Q-trail، غيروا شكله، زودوا الـ ratio حقته، زودوا الـ damage حقه، زودوا، نقصوا الـ damage اللي زودوا الـ ratio يعني بداية الـ game، الـ damage شرق خفتك، بس الـ late game يصير الـ damage مرة أعلى، مرة كويس عشان تقلت تنتبه له أحسن، bug fix ما هو ضروري، الـ area duration حقت الـ W وغيروها برضو حبتين سارة سارة تجلس في الأرض بدل خمسة ثوانية، ثلاثة ثوانية، وأي أحد تدس عليها على الطول يجي له 40% وأي أحد يخرج منها على طول تشعل، يعني لو في واحد وقف بيها وهو لمن يخرج كان أول لمن واحد يصقع بيها ويخرج منها تجلس ثانية ونص وراء بعدين تختفي دا حين تختفي على طول، ونقصوا المانا cost حقها حبتين والـ cooldown حقها، والـ cooldown خلوه في بداية الـ game زيادة الـ fling، نقصوا الـ damage حقها، آآ سوري، نقصوا الـ cost، المانا cost حقها في البداية، الـ L-T نقصوا المانا cost حقها، هذه كلها بفات من يعرف له. يرجع في الـ game؟ لا الـ niche الـ come-1 اللي يلعب والشامبيون المتخلف، هذا هم الـ وحيبقوا مبسوطين، طارق أنا شايف، أنا اللي لاحطوا في الباتش هذا بيحاولوا يرجعوا لهم التانكي سابورتس للـ game بدل يوتليتي سابورتس، لو لا، الباتش اللي فات من يفاكر بروم، وهذا الباتش هذا هو برضه يدو شوية لـ طارق وقبل شوية كمان لـ الستر، فالظاهر بيحاولوا يرجعوا الميتا حبتين للناس هدولا، حنشوف صح المانا region زودو 8.5.5 seconds، المانا region growth خلوه من 1.8، هذا معناه الـ region حقه في بداية الـ game على الـ late game، آخر lead game خف شويتين، ما هيفريق، طبعا ما هيحتاجه، وهذا تشينج ما هو، ما هيفريق ما الـ Q حقه تزودو الـ damage حقه، أزودو الـ heal من بداية الـ game، خلوه standard يبدأ بـ 30، بدل ما يبدأ بـ 20، زائد 2% ability power، زائد طارق ماكسمم، هيه كل ما بنيت health زيادة كل ما زاد، الـ health ratio هو الـ ratio اللي تبقى تنتمد عليها، مش الـ ability ratio، كل ما زاد الـ health حقه كل ما زاد الـ heal اللي تسويه الماكس شارجز كارت 3، ده حين صارت شارج 1، 2، 3، 4، 5، يعني لازم في بداية الـ game تنتبهوا على الـ healات اللي تستخدمها، تستخدمها في الوقت الضروري، في الوقت اللي تحتاجه الـ cost حقه المانه زاد، الـ cooldown صار في عليها cooldown 3 ثواني، الـ recharge rate كل 15 ثانية، CRG لقت شارج، الـ Provider Empowered Attacks، فاكرين يا شباب، لمنجيك الـ Empowered Attacks، سوي Auto Attack، على طول تقلل الـ cooldown حقه الـ Q واحدة ثانية، ما زال زي ما هو، كل ما تضرب، كل ما تجيك الـ passive اللي هو لازم تضرب الضربة لحين، تنتنور، تصير فيها لمعة، تضرب الضربة، على طول واحدة ثانية، وتأخذ تشارج على طول، طبعاً هذا إيش بيقول لك؟ بيقول لك دائماً لما تلعب طارقة، بقى تخش تضرب Auto Attack، استخدم الحقه عشان تستفيد منها، هذا معناه طارق champion، طريقة لعبه مرة aggressive، لازم تخش جوه الزحمة وتتضارب طول الوقت، الـ Dazzle، الدامج حقها زادوها مرة كثير في بداية الـ game، مرة كثير طرح، من 60% مرة كثير يا شباب، 40% damage في بداية الـ game، هذا معناها item بـ 400 gold، وايتم تاك damage، way too much، أنا ما نفاهم ما شو بيسوه، بس تاريك حالياً، حالياً احتمال يكون بداية الـ game خرباً، اكي؟ احتمال، في كل حالات الـ cooldown زاد، الـ standard duration خلوه ثبتوه 1.25، يوريك برضو، سأدولو شوية تغيير بسيط على الـ passive حقته، خلوه الـ damage حقه early game أحسن، actually، مو شرط أحسن، بس smooth، طريقة التعامل، الـ interaction معي مع الـ game أحسن، the missed walkers اللي هم الصغار البزورة حقونه now attacks immediately upon landing الـ E jump، فاكن لما تسوي الـ E تلاقي الصغار يجروا وبعدين يضربوه، ده حين من يوم ما تسوي الـ E تجيب هزي الناس تلاقيهم كده شبطوا فيه وضربوا على طول، والله، طبعاً نقصوا الـ base attack damage من 10-95 لـ 2-100، طبعاً في الـ early game نقصوه شوية عشان صارت الجنب تسير على طول، وبعدين late game خلوه قريب مما كان عليه، attack damage، من الثلاثة attack damage فاصلة ثلاثة زي ما هو، زودوا الـ range حقها لـ 1400 بدل 1000، وزودوا الـ dispawn range حق الـ graves من 1600 إلى 2000، الـ alt حقه الـ R، نقصوا الـ cooldown حقها late game، أو هذا معناه في late game هيصير powerhorse في split push، طراحها مطبيعي، كل ما يرجع الـ base عنده healthy مرة ثانية، يعني healthy يرجع الـ base يسوي كم حاجة healthy يرجع الـ base يقول يا واد حيكون مقرف، لازم تلعب معه split push بطريقة مرة مزعجة، الـ base health حقه زاد، الـ base health حقت الـ healthy حقته زادت late game لـ 4000 برضو، هذا يخليك تعمل معه بطريقة صار، طبعاً الـ mid patch 7.13 هذي تغيرات غيروها في المـ mid patch اللي فات ما قالوا عنها، نونو نقصوا الـ base health region حقه من 7.5، من 7 كل 5 دوان لـ 5، والـ Arma نقصوا من 26-22، يعني نقصوا مفاكر الـ base اللي قبلوا، مو لـ 7.12، 7.12 زودوا نونو، 7.13 نصف الـ base قاموا رجعوها، شوية زاك نقصوا الـ stretching strike second hit range نقصوها من 300. بعد كده الـ items thornmail، سووا له rework عملوه عملوه فيه تعديل، ما هو rework كبير بس انه rework مرة ضرورية، حيغير الـ game مرة كثير، الـ item هذا الحال هو التغيير اللي صار فيه، حيرجع tank meter بطريقة أو بأخرى، عدمنا كلنا صراحة في كل الحال، تغيروا الـ build path حقه، دوو item جديد اسمه brumble best، حنتكلم عنها بعد شوية، total cost زاد من 2350 إلى 2900، الـ armor نقص من 175، حطوا عليه health stat، وغيروا thorns، هذا من إيش؟ أنا thorned يا عيال، هذا thorns، كده؟ يعني مشويك عيال، شاف الأسواك اللي هنا فوق رتبة، هذا أنا، أوكي؟ upon being hit by a basic attack, reflex magic damage equal to 25، هذا زي ما هو، لما الواحد يضرب أي واحد عنده thornmail، حيرجع لك magic damage، الماجيك دامج هذا 25 زائد 10% of your bonus armor، كل ما زاد الـ armor حقه، كل ما زاد الـ armor حقه، كل ما زاد الـ damage يليد، لحين زودوا عليها هذه، inflicting grievous wounds on the attacker for false actions، يعني الآدم اللي انت بتضربه، لو عنده healer، الهيل عليه ينقص، فاكرين grievous wounds يا سباب، زي الـ executioner، زي المورلو، لما نجي grievous wounds، ينقص الهيلة اللي عليك، أو الهيلة اللي على الآدم اللي مضروب بالgrievous wounds، 40%، فأنا ADC، جايب BF، جايب blood therster، عندي 20% ولا 30%، ما اسمه؟ lifestyle، لحين لما أضرب آدمي عنده thornmail، حيقلل الهيلة اللي عليها، ولو غراية صراكة، لو أنا بهيل نفسي الهيلة اللي عليها، حيقل، هذا directly، هذا nerf directly، لكل الـ ADCs في الـ game. Direct. وبعد كده، برضو، الباسفة الجديدة، اللي يضرب، الآدم اللي عنده thornmail، حينقص الـ attack speed، 15%، برضو، 15%، هذا nerf مباشر، في جميع الـ ما أدريش سواء، طبعا، الـ build path حق thornmail، زي ما قلنا يا شباب، حطوا الـ brumble vest، الـ brumble vest هذي، جزء مصغر من thornmail، ومره رخيص، هذي قد تشتريها على طول بـ 900 gold، cloth armor, cloth armor زي 300، 300 gold، 300 gold، 900 gold، فلو انت تانك يوتي بغت بسرعة، توصل مرحلة هذي، يشتري الـ brumble vest، تاخد الـ passive الأول، basic attack reflex 20 بدل 25، وبدل العشرة في المية 20، فإذا انت تانكي، تبغى بسرعة، التيمة اللي قدامك 3-4 و ADs، بسرعة تروح، تشتري الـ brumble vest، ومره رخيصه، وماعد فيه أي ADC يقدر يكتلك، طبعا، مره إبداع الـ item هذي لأي بروزر، jungle، جارفان، ممكن باي، كل الـ champions هذول اللي هما بروزر يتانكي شوية، ويبغوا يبغوا يسووا غانكس وما يخاف، و الـ ADCs ما عد قدر يبتلوهم نهاية، طبعا، مدام سووا الـ change هذا، الـ change هذا لازم كـ ADCs نشوف له حال، نشوف حاليا، الـ ancient coin، زو غيروا الـ passive حقتها، خلوا الـ nearby allies، بعد ما تجيبها طبعا الـ quest كاملة، الـ upgrade emperor favor، تصير allies gain 8 movement speed when moving towards you، لو أي أحد ما شيلك، أو بيقرب عليك، movement speed حقته تزيد 8. الأمن، زودوا لها شوية، عطوها شوية love كده محبة، غيروا الـ خلوا الـ gold زي ما هو، غيروا الـ build path حقه، حطوا في giant build warden male، وزودوا الحلث حقه لـ 400 بدل 350، لأنه الناس اللي تشتريه دايما تشتريه عشان crit، بس الدحين فيه، فيه ناس كثيرة، يعني عندها IP و damage plus عندها، 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 يعني، من يشتغل أحسن من الوضع اللي هو، غيروا الـ recommended items، سووا لها buff عام، كل الـ items حقت اللي ثالتي، زودوا اللي ثالتي حقتها من 15 إلى 18، سواءً، السراتد، ما في، السراتد ديرك، والـ post dirks، هذي كلها غير، after killing an enemy your next damaging spell will deal 40 bonus damage، هذي، هذي زي، 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 بوف على الـ items الصغيرة، هذي على السلسة early game for advantage، نفس الشيء على البوتشر، زي الـ dusk blade، صار لها بوف مو آدمي، سرات الديرك، وقاليفايد وورهامر، فصار فيها CDR، وزاد الزود اللي ثالتي حقها من 15 إلى 18، القولد حقها نقصوا من 3,250 إلى 2,900، في نفس الوقت، تأخذ الـ cooldown عشان الـ Warhammer، وفي نفس الوقت، زودوا الدامج حق الـ Night Stoker، دامج 90، 15، وهكذا، Night Stoker now slows the target by 99% for one second، فالـ Night Stoker هذي، أظن، يعني دحين، طبعاً، إذا كنت champion ADC، أنا مثلاً إذا ADC، وتلعب Lethality، Dusk Blade، صارت أول آيتم تجيبها، يعني إذا مثلاً، ممكن تلعب دحين مرتان، يعني نرجع نلعب Miss Fortune، وترجع تلعب Gen، وبدل ما تجيب اليمومو، أول تجيب الـ Dusk Blade، إذا تبغى دامج في بداية القيم مرة بسرعة، إذا ما تبغى دامج، تبغى Mobility، تجيب اليمومو، إذا أنت Khazix، هذا F أكبر بف صار على أي champion في التاريخ، إذا أنت Z، هذا أكبر بف برضو ممكن يصير لأي champion في التاريخ، بف مطبيعي، إنتوا عارفين، إيش معنى Night Stoker؟ إيش معنى Night Stoker Grants 90 زائد 15 Per Level، يعني لو أنت Level 18 والLevel 10، 150 دامج زائد 90، يعني 300 والـ 400، Level 18 يعني حوالي 600 دامج زيادة، بس منها، وإنت بخازكس، كل مرة تختفي بالألتي ثانية، ترجع تسويها، يعني تقرى تسويها ثلاثة مرات، وإنت فلألتي، يعني عز الله، ألف ومائتين دامج، بس من الدسك بليد، خربان يعني، كل الأساسن، صار لهم بف مو طبيعي، بالشانج على دسك بليد، بالشانج على الليثالتي، إذا أنت أساسن، هذا الوقت جيد لك، تلعب Z، تلعب خازكس، تلعب رينجار، تلعب، وهلوم الجراء، اليموم، خلوها زي ما هي، زودوا Out of Combat Movement Speed 40، زودوا اللي ثالثة 18، نقصوا للتاك دامج 55، الوحيدة، حتى للتاك دامج حق الـ حق الـ نقصوا، غيروا البلد باث حق حابتين، حطوا فيها روبي كريستل، شعلوا منها الماجيك رزيست، وحطوا فيها روبي كريستل، يبغوا ناس كثير يستفيدوا منها، بدل ما بس ماجيك رزيست، نبغى الكل، نبغى نستفيد منها قدام الكل، هذا اللي ثالثي، هذا الراشينار اللي هما، طبعا زودوها 18، التاك دامج خلوه زي ما هو 55، لأنه من أول ناقص، وحطوا فيها 250 health بدلاً هذا، مع غيرنا، الجديد، الترند الـ كانت تطلع الـ الـ كانت تطلع الـ كانت تطلع الـ ما عد صارت تطلع الـ يا شباب، شعلوها، هذا، هذا concept، أنا، أنا ما شرحته كثير في فيديوهاتي، إن شاء الله، من الفيديوهات المستقبلية في التعليم، حيشرحها، انت ممكن تسوي، وانت بتسوي الـ على طول تسوي ability، يخلص الـ يقوم هالشامبين حقك يسوي ability، أو تسوي ability، وانت طاير في الهواء، مثلا زي، زي ما شرحوا هنا، عندك لـ لـ وانت ناقص مثلا بالـ جاهد نقزة، تبقى تشغل E على طول وراها، لو سويت الـ وبعدين E، أول ما يسوي الـ ينزل، حيسوي الـ هم عدلوا تعديلة بسيطة، كان أول ما تنزل بعد ما تسوي الـ مثلا، هو يقوم يسوي auto attack بنفسه، كانت الـ هذه التانية، لحين لا، لحين لو سويت كيو لـ وراء ability، حيسوي الـ زي ما أنت سويتها، بدل ما هم يدخل ويسوي ويسوي حقتك التانية بالـ في كل حالات، هذا شيء، زي ما قلنا، هنشرحه إن شاء الله في المستقبل، رانك فلكس، أعملوا فيه تعديلة بسيطة، لحين تقري تلعب رانك فلكس مع أي أحد أعلى منك رانك، ولا أقل منك رانك، بـ واحد، يعني مثلا، انت قول، تقري تلعب مع بلات، وتقري تلعب مع سيلبر، وهكذا الجرة، طبعا، الكلام هذا يمشي على دايمند و ماستر و تشالنجر برضو، حتنزل الـ دارك ستار، سنجولاريتي حق تريش مرة ثانية، الـ صار عليها بويسز جديدة، باك فكسز، ما شفت أي باك صراحة في أي قيمة، كرومز لي بول بارتي في أورا، بول بارتي غريفز، بول بارتي لولو، و كده أظن خلصنا، الباتش نوتس 7.14، لا تنسونا يا شباب، سبسكرايب، شير، لا تنسونا عند ستريم في تويتش و في يوتيوب يومي، مرحبا بكم إذا بتبجونا، شكرا، 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 نشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم، اشتركوا في القناة شكرا، سوف نرحب اشتركوا في القناة لغوة في الفيديو القادمhy السلام عليكم